اشتركوا في القناة مهنيان بنعرض عليك شغل جديد مغري بيساهم بتحسين مدخولك المادة كما أنه بيبتسم لك الحظ وبيصلك أخبار حلوة عاطفيا ما تقوم بأي خطوة جديدة تجاه الشريك إذا ما حست حالك مرتاح معه وعم تتفاهمه على كل الأمور صحيا ما تعقد الأمور وتحمل أكتر من طاقتك وتفوت بمتهات بتزدلك توترك وعصبيتك الثور مهنيان لازم تكون منتبه على تصرفاتك فكثير من المحيطين فيك عم بيرقبوك ونطرينك تغلط تيستغلوا هيد الغلطة لتشويه سمعتك بعملك أما عاطفيا ما عم بتحس بالاستقرار مع الشريك ومش عارف وين ممكن توصل علاقتك معه المهم أنك ما تتسرع وتاخد قرارات مش مدروسة ميح ننتقل لبرج الجوزة مهنيان المشاركة بالعمل بتساعدك على تأمين فرص النجاح وزيادتها كما أنه ممكن تخلق نوع من الانسجام التام بين الزملاء أما عاطفيا أي نجاح للعلاقة بشكل عام بيرزامها أن تستمر شوي التنازلات وتضحيات فما تعتبر هيدا الشي مهين أو عيب صحيا حاول أنك تنتبه على نوعية أكلك وما تأكل كتير أكلية دسمة وخصوصة العشاء من كافة مع برج السرطان مهنيا لازم تكون أكتر ديبلوماسية بعليقتك بالزملاء وهيدا بيضمن النجاح للمجموعة عموما أما عاطفيا ما حتلاقي أفضل من الشريك لا تشرح له الظروف يلي عم تأكسك وأكيد حتلاقي واقف حدك وعم يدعمك بكل المواقف صحيا بتظهر من أزمة نفسية صعبة وبتنتقل بمسيرة حياة جديدة بترايحك من تعب الماضي برج الأسد مهنيات تأثيرات إيجابية ومنيحة على الصعيد المهنة بترافق مع مطالبكتك المالية المحقة وتحقيق هدفك اللي صار لك فترة عم تشتغل قلي أما عاطفيا أوضاعك مع الشريك من أحسن لأحسن بعد سوء التفهم البسيط يلي صار بينتكن من فترة صحيا بتقرر من اليوم تخفيف من شرب القهوة والتدخين وبتزيد ممارسة الرياضة وخصوصا المشي الصبح نوصل لبرج العزراء مهنيا حاول تكون منطق بتفكيرك وبطريق التعاتيك مع الزملاء ما تكون عنيد واستفيد من خبرة المحيطين فيك أما عاطفيا بيحملك اليوم موضع ممتاز مع الشريك وبتعيش فترة مليانة بالمفاجئات كما أنك بتسيطر على انفعاليتك وبتحاول تتفادى المشاكل معه صحيا خفف من أكل اللحمة وكتر من أكل الخضرة والفواكه وحتلق تحسن واضح بصحتك برج الميزان مهنيا بتحس بتوتر وتعب وبتخاف من المرض وعلى مصدقيتك بالشغل فرأي الزملاء والمسؤولين عنك كتير بهمك وبتشتغل كتير على هيك موضوع وانت ما بتحب تعطل عن عملك مشان هيك لازم تنتبه أكتر على صحتك أما عاطفيا ما تستفز الشريك بمواقف انت بتعرف انه بتضايقه لأنه ممكن يصير في مشاكل بينتكن من وراء هيدا الأمور من انتقل لبرج العرب مهنيا بتحب تساعد زملائك وتقدم لهم من خبرتك بس بنصحك متأمن لهم للكل لأنه ممكن يكون في بعض الأشخاص عم يتقربوا منك بيدافع المصلحة أما عاطفيا يوم بتحس فيه انك ملبك كتير وما عم تعرف تتصرف مع الحبيب فبنصحك تبقى على طبيعتك وكون أكيد انه الحبيب بيحبك كيف مكنت نوصل لبرج القوس مهنيا بتتهور وبتتسرع كتير بالقرارات يلي ممكن تخدها اليوم بشان هيك بتطلب منك تكون منتبه أكتر على تصرفاتك تتضمن مستقبلك أما عاطفيا عليك وجبات لازم تعملها تجاه الشريك فحاول انك ما تقصر فيها وإلا ما راح تلاقي غير انه تركك وفل صحيا ما تخلط بين الأمور الشخصية والمهنية وتفش خلقك بالمحيطين فيك لأنه ممكن هيدا الشيء يأثر على أعصابك ونفسيتك أما بالنسبة للجدية مهنيا طموحاتك عم تكبر وحاتت عينك على منصب جديد بالشركة فما تتردد والشغل على الموضوع لأنه الحظ عم يدعم كل تحركاتك أما عاطفيا ما تخلق انشغالتك المهنية تنعكس سلبيا على علاقتك بالشريك من الأفضل أنه تلتزم بمواعيدك مع الشريك طيما يفقد الشريك سيئته فيك صحيا تتفعل مع الأجواء المريحة نوعا ما بمحيطك هيدا الفترة صديقي قدلو مهنية ما تحاول تبعد الزمل عن طريقك لتوصل لهدفك فأنت عادة بتكون أسكى من هيك انتبه لأنه ممكن تنقل بالأدوار وتصير أنت ضحية بعملك أما عاطفيا تقبل النصايح من الشريك وحاول أنك تتنفذها فهو ولا مرغشك كما أنه كتير قريب منك والوحيد القادر أنه يمنعك عن الغلط صحيا نحمي حالك من كل شيء ممكن يعرضك للأمراض وخاصة الوراسية وختيما مع برج الحوت مهنيان تتعرض لهزات ومشاكل كبيرة بتخليك تاخد قرارات مهمة وخصوصة بعض التغييرات اللي ممكن تصير بنطاق المؤسسة يلي بتشتغل فيها أما عاطفيا نحل حبيب فرصة كاملة اللي يعبر لك عن رأيه قبل ما تاخد قرارات حيث ما بتخص علاقتكن صحيا ما توقف لسبور إذا عم تحس بتعب فهذا شي طبيعي إذا كان صار لك فترة ما عم تحرك جسمك المهمة تقسع على حالك أول فترة مولود برج اليوم بدي عيدك وقلك عقبال المية أما من صفات مولود برج اليوم أنت شخصيا مريحة ومحبوبة بتحب تساعد كل الناس يلي حواليك بلا مقابل عندك حشرية ممكن تستفز فيها المقربين منك متفهم كتير تصرفتك كتير عفوية أنت إنسان طيب وكريم وخلو وعندك حل لك المشكلة ممكن توقع فيها علاقة برج الحمل مع برج الأسد بتعتبر علاقة مثالية إذا اقتصرت على الصداقة لأنه بتجمعوا نفس الاهتمامات والطبع فهن المشاغبين بين أصحابهم وعلى طول عندهم أفكار جديدة ومبادرات للمشاريع الترفيهية والرحلات أصدقائي هذي كانت كل معلوماتنا لليوم أنا بلاقيكم بكرة بفكرة جديدة من أوروسكوب ومعلومات جديدة